بأعلى المعايير الدولية ودرجة عالية من السلامة تشيك الأشغال بالطريقة السريعة تزنز الداخل على الانتهاء هذا المشروع الكبير يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاريم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء مشروع كبير جدا تجاوز السعادة الملغة للدرهم والطول دياله كما تقدلت من القول 1055 كم من ناحية الطبيعية هو المشروع كي تكون مجلس المقاطع الرئيسية طريق السلع ديال تزنيت العيون والطريق الوطنية من العيون تل الداخل مشروع أعداد كبيرة ووقع اقتصادي كبير جدا واجتماعي على الساكنة والشركات إلى غير ذلك وكذلك يعني خصوصيات كذلك كبيرة لأنه على شكل عبدة مقعدة على شكل تقريبا طريق سيار من تزنيت حتى العيون الطريق السريع تزنيت الداخل يتكون من محورين رئيسيين هما تزنيت العيون والداخل العيون وقد تجاوزت الأشغال فيهما مع نسبة 90% أي 870 كم من أصل 1055 الحمد لله اليوم وصلنا إلى نسبة الإنجاز 90% من المشروع ككل هذا 90% من نسبة الإنجاز تختلف من جهة إلى أخرى ومن مقطع إلى آخر ومن قنطار إلى أخرى فهذا 90% تقريبا انتهت الأشغال اليوم 24% من المقاطع انتهت بالمشغال وكذلك 12 قنطار انتهت بالأشغال هذا المشروع الرائد يسعى لتحقيق التنمية وتعزيز الربط الجغرافي والرفع من نسب التجارة والتنقل بين المغرب ودول إفريقيا إلى جانب تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتقليص مدة التنقل مقارنة مع هذه الحالة كانت شوية صعوبة دابا لا تحسن الطريق بزاف ركشتي كما كتشوف بناره وصلت 90% ديال الطريق اللينا كانت شوية مرتاحين كتتقلل السوية ديال الطريق موين فيها جميع ذيكشي اللي كلنا كنبغيوها احنا بدينا كاللقاء وفاة الطريق هذي داد كتنقس لنا بعد المدة ديال الصيقة وحتى الراحة ما بين حتى الراحة بالنسبة للسائق ما أبقاش كي تعدف القدرون كيما الأول دابا الحمد لله الحمد لله قادية غادية وكانت زيان والطريق ان شاء الله ركنت منه غاتولي غاتولي جيب استثمارة للجنوب ان شاء الله الطريق الجديد ورش استراتيجي طموع ستكون له آثار اقتصادية إنجابية على الأقاليم الجنوبية كما سيبعززو بشكل مستمر بين الروابط الاقتصادية والتجارية بين أوروبا وإفريقيا